بسم الله الرحمن الرحيم رؤية رؤية التجمع اليمني للإصلاح لها القضية الصعدة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يتقدم التجمع اليمني للإصلاح برؤيته لحل قضية صعدة شعورا منه بالمسؤولية تجاه هذه القضية الوطنية آملين أن تنتهي جميع المشاكل والأزمات والمظالم التي عانى منها الشعب اليمني عموما ومجتمع صعدة والمناطق المجاورة لها خصوصا طوال العقود الماضية والتي ما زالت بعضها قائمة حتى الآن على الرغم من نجاح عملية التغيير الذي حققته الثورة الشبابية الشعبية السلمية مقدمة لا بد منها لقد كانت أخطر نتيجة لقضية صعدة أنها وبعض المحافظات لقد كانت أخطر نتيجة لقضية صعدة أنها وبعض المحافظات المجاورة لها صارت ساحة صراع عسكري دموي منذ عام 2004 وحتى اليوم والتي أدت إلى خروج محافظة صعدة بشكل كامل عن إدارة الدولة وسيطرة المسلحين الحوثيين عليها في يونيو 2011 والذين صاروا يديرونها منذ ذلك الحين وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة لا تعترف بالثورة والنظام الجمهوري ومنذ ذلك الحين شن مسلح الحوثي العديد من الحروب ضد المواطنين الأبرياء في محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة وبعض المناطق المجاورة لها في محافظات حجة والجوف وعمران مستقلين ضعف الدولة وقد نتج عن كل تلك الحروب مأساة إنسانية طالت أبناء الشعب اليمني في صعدة وبقية المناطق التي كانت ساحة لها وسقط آلاف الشهداء والجرحاء وشرد عشرات الآلاف من المهجرين والنازحين ونهبت أموال وامتلكات ومتاجر الكثير من المواطنين ودمرت الكثير من البيوت والمزارع وما زال هذا الظلم مستمرا حتى اليوم بدون أي مبرر ديني أو أخلاقي أو قانوني الحلول والمقترحات لحل قضية صعدة مفتاح الحل لقضية صعدة يتمثل في قناعة جميع القوى السياسية بضرورة إنهاء الوضع الاستثنائي لمحافظة صعدة وتضافر الجهود الرسمية والشعبية في حل كل القضايا بصدق وشفافية والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذه على أرض الواقع ولذلك لا بد من حلول ومعالجات تقوم بها الدولة وأخرى يقوم بها الحوثيون وثالثة تقوم بها بقية مكونات صعدة وعلى النحو التالي الحلول ومعالجات تقوم بها الدولة واحد بسط نفوذها على جميع مناطق محافظة صعدة وبقية المناطق المجاورة لها في المحافظات الأخرى ثانيا تعيين قيادة جديدة للمحافظة من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة وإعادة تأهيل مؤسسات السلطة المحلية لتقوم بواجباتها على الوجه المطلوب وإعادة الموظفين المبعدين إلى وظائفهم وحمايتهم رابعا رصد ميزانية خاصة لإعادة إعمار ما دمرت الحروب في محافظة صعدة وبقية المناطق للمحافظات الأخرى وتعويض المتضررين تعويضا عادلا خامسا العمل على إعادة جميع المهجرين والنازحين وحمايتهم وتسليمهم جميع ممتلكاتهم التي نهبت منهم وتعويضهم وتعويض كل متضرر تعويضا عادلا عبر لجنة محايدة سادسا نزع جميع الألغام من مختلف المناطق والمديريات وعلى وجه السرعة سابعا ضبط الحدود مع السعودية بالتنسيق معها وإعادة تأهيل المنافذ ثامنا القيام بإجراء مصالحة وطنية شاملة لجميع مكونات محافظة صعدة والمناطق المجاورة لها لمحو الآثار التي خلفتها جميع الحروب حتى اليوم تاسعا العمل على وضع حد للتدخلات الخارجية في شؤون اليمن ووقف كل أشكال الدعم والجماعات والأشخاص الذين يضرون بمصالح البلاد هذه الحلول المعالجات التي تقوم بها الدولة أما الحلول المعالجات التي يقوم بها الحوثيون واحد تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمعدات والمواقع العسكرية وتفكيك الميليشيات المسلحة وإلغاء جميع الاستحداثات العسكرية والنقاط الأمنية ثانيا تسليم مباني ومتلكات الدولة التي يسيطرون عليها ويستقدمونها كمقرات خاصة بهم وإعادة الممتلكات الخاصة التي استولوا عليها من المواطنين ثالثا التوقف عن جباية الزكاة والضرائب من المواطنين باعتبار هذا الواجب من مهام الدولة رابعا إطلاق المعتقلين من سجونهم الخاصة أي سجون الحوثيين وإلغاء تلك السجون وتسليم القائمين عليها للدولة لمحاكمتهم وفق القانون خامسا رفع أيديهم عن المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة ومن المساجد الاستول عليها بعد أن سيطروا على المحافظة سادسا الالتزام بعدم فرض فكرهم ومذهبهم بالقوة وعدم منع المخالفين لهم من موارسة شعائرهم وأنشطتهم الدينية والسياسية سابعا الالتزام بالحوار كوسيلة وحيدة لحل كل المشاكل والالتزام بالعمل الديمقراطي السلمي القائم على التعددية السياسية والفكرية والمواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة الحلول المعالجة تقوم بها بقية القوى والفئات واحد المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة لحل كل القضايا ثانيا الإسهام في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وتناسي الماضي وأخيرا فإن التجمع اليمني للإصلاح يدعو جميع القوى السياسية التي تحب هذا الوطن وتحرص على أمنه واستقراره أن تستشعر مسؤوليتها التاريخية والوطنية وقبل ذلك مسؤوليتها الدينية أمام الله تعالى في العمل بصدق وإخلاص لحل قضية صعده حلا جذريا وعادلا ومنصفا لجميع الأطراف وبما يؤدي إلى إنهاء كافة الصراعات المسلحة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وجبر الضرر وتطييب النفوس وتضمين هذا كله في قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وضمان كافة الحقوق والحريات السياسية والفكرية للجميع ونشر مبادئ السلام والوئام والتسامح والقبول بالآخر لهذه المحافظة وبقية المناطق في المحافظات الأخرى والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل التجمع اليمني للإصلاح شكرا شكرا